نبدأ في شرح جانب من الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة المال ممكن حد يسأل ويقول لماذا كانت زكاة المال مرتبطة بالذهب يعني إحنا ليه بنحسبها ب85 جرام ذهب مع أنه لو إحنا حسبناها بالفضة هيكون النصاب بالفضة في مصلحة الفقير لأن المسألة هيكون فيها عائد أكتر للفقير فليه بنحسب زكاة المال بالذهب ولا تحسب بالفضة ببساطة شديدة جدا أقدر أقول أن القوة الشرائية للذهب أفضل من القوة الشرائية للفضة الزكاة في الأصل فرض ربنا فرضه على الأغنياء يرد على الفقراء فالغني اللي ملك حد النصاب وعنده ما يعادل 85 جرام ذهب بنقول له هناخد منك 2.5% دول هنطلعهم للفقراء لأنه ده فرض ربنا فرضه عليك 20 دينار على أيام النبي صلى الله عليه وسلم تعادل 85 جرام ذهب 20 دينار أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشتري 20 شاه النهاردة 20 دينار اللي هم 85 جرام ذهب يشتروا 20 شاه من شيال حجاز من الأغنام بتاعة الحجاز لكن مثقال أو نصاب الفضة ما يجيبش شاه واحدة فلما كانت القوة الشرائية للذهب ملكة نفسها ومحافظة على مكانتها كان حساب زكاة المال النصاب فيها بالذهب مش بالفضة مع أنه لو أنا حسابتها بالفضة هتبقى أكتر وحيكون في عائد أكتر على الفقراء لكن المسألة مش كده المسألة حقوق ربنا اجعلها في مال الأغنياء ترد على الفقراء النصاب اللي هو العشرين دينار ده حافظ كيانه حافظ مكانته من أول مسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا حد النصاب لحد اللحظة اللي احنا عايشين فيها يبقى احنا ليه بنقول انه حد النصاب بتاع إخراج الزكاة ليه بالذهب وليه مش بالفضة قلنا علشان الذهب محافظ على القوة الشرائية بتاعته من يوميا لحد النهاردة وسيظل كذلك حتى ذن الله بغير ذلك النقطة التانية زكاة المال المستفاد يعني ايه زكاة المال المستفاد زكاة المال المستفاد هو المال اللي انا بمتلكه وانا مطالب باخراج الزكاة في اثناء الحول في اثناء السنة ده مال انا استفدته العلماء قالوا المال المستفاد ده على نوعين النوع الاولاني ان المال المستفاد اصله عندي وبعدين الاصل ده خرج منه ارباح فالزكاة هتبقى على الاصل ولا هتبقى على الاصل والربح اجمع العلماء ان المال المستفاد زكاةه هتكون يوم زكاة الاصل بتاعه يبقى المال المستفاد ده اللي انا ربحته من الاصل اللي موجود عندي زكاةه بتكون في يوم اخراج زكاة الاصل بتاعه يبقى بطلع الزكاة عن الاصل وعن الربح ده النوع الاولاني طب النوع التاني من المال المستفاد قالوا انك تكتسب هذا المال واصله ما يكونش موجود عندك يعني ايه ميراث انت اخدت ميراث الاصل ما كانش عندك ده كان في ملك والدك او كان في ملك صاحب اللي هو المورث ايا كان المورث بقى زوج زوجة اب اخ اخت ايا كان المورث هبة حد وهبك مال والمال ده بالك حد النصاب مرتب بتقبض المرتب فبتصرف جزء وبتحوش الباقي العلماء قالوا ان النوع التاني ده اطلع عنه زكاة امتى الرأي الاول قال انك مجرد ما تقبض الحاجة دي في ايدك وتخش في ملكك يجب عليك فيها الزكاة وده الرأي الاول الرأي التاني هو الاصح اللي هو ايه اللي هو بيقول انه المال اللي يدخل في ملكك لازم يمر عليه سنة كاملة عشان اطلع عنه الزكاة وده رأي اجماع وده رأي جمهور العلماء وهو الذي عليه المدار والفتوى وما نفتي به ان المال المكتسب الغير موجود الاصل عندي زي الهبة زي الهدية زي الجائزة زي المال اللي بيحوشه من المرتب زي المال اللي بيجيني عن طريق الميراث او ما شابه ذلك المال ده العلماء قالوا يستنى عندك سنة هجرية علشان تطلع عليه زكاة ويبقى انا كده شرحت نقطتين في اول الحلقة عن احكام زكاة المال النقطة الاولانية ليه زكاة المال النصاب فيها بالدهب مش بالفضة والمال المستفاد انا بطلع عليه زكاة امتى المال المستفاد اللي انا بكسبه بكسبه في بحر السنة المال ده بينقسم لقسمين يا اما اصله عندك وانت ربحت من خلال الاصل ده ربح هذا المال فانت حتطلع عن الاصل والربح بتاعه في يوم استحقاق زكاة مال الاصل النوع التاني ما جاءك واصله غير موجود عندك المال ده لا بد ان يظل في ملكك سنة كاملة حتى نخرج عنه الزكاة بامر الله سبحانه وتعالى